تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة بن حبتور غير المعترف بها والمقالة مؤخرا ما يزال هاجس ميليشيا الحوثي التي عجزت منذ اكثر من ثلاثة اشهر عن ايجاد شخصية على مقاس توجهاتها نحو حوثنة السلطة ومؤسساتها وفي المقابل اعتذر عدد من الشخصيات عن قبول عرض الحوثيين بترأس الحكومة الجديدة كي لا يكون مجرد بيادقة بيد مكتب زعيم الميليشيات مصادر مطلعات اكدت ان القيادية في الحزب الاشتراكي ليمني سلطان السامعي الذي كان مرشحا رئيسيا لتشكيل الحكومة اعتذر وعدد من الشخصيات الاخرى من بينها اعضاء بارزون في حزب المؤتمر الشعبي العام وذلك على خلفية بروز مركز قرار جديد في سلطة الحوثي يتجاوز سلطة ما يسمى المجلس السياسي الاعلى بقيادة المدعو مهد المشاط ويرتبط مباشرة بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يديره سفر الصوفي كترجمة لتوجه التغييرات الجذرية الذي يجعل القرار مركزيا وخاصة بزعيم الميليشيات كما هي سلطة المرشد العام في ايران مراقبون يؤكدون ان الهدف من قرار الميليشيا الحوثية تشكيل الحكومة الجديدة رغم عدم الاعتراف بها دوليا هو تحقيق ما اسمته الشراكة الوطنية والمفهوم الاسلامي للشورى وبهدف اظهار انها تتمتع بالتنوع والشراكة عند التوقيع على خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الاممي الحملة المسعورة لميليشيا الحوثي ضد القوى الوطنية المنادية بصرف المرتبات او المعارضة لفساد الميليشيا وعنصريتها وعبثها في كافة مؤسسات الدولة تظل كلها شواهد على ان هذه الجماعة اقصائية واستبدادية ولن تؤمن بالشراكة الوطنية مهما حاولت الترويج لذلك ولعل اعتذار عدد من الشخصيات عن المشاركة في الحكومة الديكورية دليل على انهم قد وعد درس من الشراكات الصورية السابقة